يتوجه وزير الخارجية سمح شكري اليوم إلى العاصمة اليونانية أثناء في زيارة تستهدف متابعة وتعزيز مسار العلاقات الثنائية ما بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأعلنت الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات ما بين مصر واليونان والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقة المتميزة والوثيقة والتي تطورت وترسخت بشكل متنام خلال السنوات الأخيرة كما تستهدف الزيارة التشاورة وتنسيق المواقف حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية على رأسها جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة